دعا رئيس الإيراني حسن روحاني السعودية إلى وقف تدخلاته في المنطقة كما قال وأضاف روحاني أن ذلك سيمكن إيران والسعودية من تسوية كثير من المشكلات ولا سيما في العلاقات السنائية بين البلدين وكان نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان قد حذر وزير الخارجية السعودية عادل لجبير من ما سماه اختبار حدود صبر إيران من جهة أخرى نقلت وكالة الطلبة الإيرانية عن اللهيان قوله أن طهران ستنسحب من المحادثات بشأن سوريا إذا لم تكن بناءة وأن بعض الدول وخاصة السعودية لعبت في الجولة الأولى من المحادثات دورا سلبيا وغير بناء